المقياس الثاني من مقييس التشتت هو الانحراف الربيعي أو نصف المدى الربيعي الانحراف الربيعي هو أحد مقييس التشتت المطلق ويستخدم للتغلب على العيوب الموجودة في المدى وذلك لأنه يستبعد القيم المضطرفة من الطرفين كما أنه يعتمد في حسابه على الربيع الأول والربيع الثالث ويمكن حسابه بالمعادلة الآتية IQR الانحراف الربيعي يساوي Q3 الربيع الثالث ناقص Q1 الربيع الأول على اثنين أي أن الانحراف الربيعي يساوي الربيع الثالث ناقص ربيع الأول على اثنين والمثال التالي يوضح كيفية حساب الانحراف الربيعي أو نصف المدى الربيعي البيانات التالية تمثل تمثل توزيع خمسين عامل حسب فئات الأجر اليومي والمطلوب حساب الانحراف الربيعي أو نصف المدى الربيعي لحساب نصف المدى الربيعي نتابع الآتي رقم واحد رقم واحد تكوين جدول تكراري الثالث ترتيب الربيعي الأول ن على أربعة أي مجموعة التكرارات على أربعة أي خمسين على أربعة يساوي اثناشر ونص بعد تحديد ترتيب كل من الربيع الأول والربيع الثالث نقوم بتحديد موقع كل منهما في الجدول حيث يتم تحديد موقع كل منهما من خلال ترتيبه الربيع الأول ترتيبه 12.5 وبالتالي نجد هذه القيمة 12.5 تقع بين القيمتين 28 في عمود التكرار المتجمع الصعيد من خلال الترتيب نقوم بتحديد فئة الربيع الأول والتكرار السابق والتكرار اللاحق حيث نقوم بمدى هذا الخط لتحديد الفئة فئة الربيع الأول والتكرار السابق والتكرار اللاحق ثم من خلال ترتيب الربيع الثالث نقوم بتحديد فئة الربيع الثالث والتكرار السابق والتكرار اللاحق حيث ترتيب الربيع الثالث 37.5 وهذه القيمة تقع بين القيمتين 35.5 ثم نقوم بمدى هذا الخط لتحديد فئة الربيع الثالث ثم بعد ذلك نقوم بالتعويض في معادلة الربيع الأول ومعادلة الربيع الثالث بكل منهما الربيع الأول Q1 يساوي 60 بداية فئته زائد ترتيبه ناقص التكرار المتجمع السابق على التكرار المتجمع اللاحق ناقص التكرار المتجمع السابق في طول الفئة 10 وبجراء الحسابات على هذه المعادلة نحصل على قيمة الربيع الأول وهي 63.75 ثم نقوم بالتعويض في معادلة الربيع الثالث لحسابه Q3 يساوي بداية فئته زائد ترتيبه ناقص التكرار المتجمع السابق على التكرار المتجمع اللاحق ناقص التكرار المتجمع السابق في طول الفئة 10 أي Q3 يساوي 80 زائد 37.5 ناقص 35 على 45 ناقص 35 في 10 وبجراء الحسابات على هذه المعادلة نحصل على قيمة الربيع الثالث 82.5 ثم بعد ذلك نقوم بالتعويض في معادلة الانحراف الربيعي لحسابه الانحراف الربيعي يساوي Q3 ناقص Q1 على 2 أي 82.5 ناقص 63.75 على 2 يساوي 9.375 من ألف أي أن الانحراف الربيعي يساوي 9.375 من ألف مزايا وعيوب الانحراف الربيعي أولا مزايا الانحراف الربيعي رقم 1 لا يتأثر في حسابه بالقيم المضطرفة أو الشازة رقم 2 يمكن حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد الطرفين أو من كليهما رقم 3 يمكن إيجاده من الرسم ولكن يعيب على الانحراف الربيعي رقم 1 لا يمكن حسابه من البيانات الوصفية رقم 2 عدم دخول جميع القيم في حسابه رقم 2 عدم دخول جميع القيم في حسابه رقم 2 عدم دخول جميع القيم في حسابه